حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشامين يعني الدستوائية قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي راشد الحبراني قال قال عبد الرحمن بن شبل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن ولا تغل فيه ولا تجفو عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به ولقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن التجار هم الفجار قال قيل يا رسول الله أوليس قد أحل الله البيع قال بلى ولكنهم يحدثون فيكذبون ويحلفون ويأثمون قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الفساق هم أهل النار قيل يا رسول الله ومن الفساق قال النساء قال رجل يا رسول الله أولسنا أمهاتنا وأخواتنا وأزواجنا قال بلى ولكنهم إذا أعطينا لم يشكرنا وإذا أبتلين لم يصبرنا حفن يحيى بن سعيد عن عبد الحميد قال حدثني أبي عن تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ثلاث عن نقرة الغراب وعن افتراش السبع وأن يواطن الرجل المقاما كما يواطن البعير حثنا الحجاج حدثنا الليث يعني ابن سعد قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن جعفر بن عبد الله بن الحكم حدثه عن تميم بن محمود الليثي عن عبد الرحمن بن شبل الأنصري أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى في الصلاة عن ثلاث النقر الغراب وعن افتراش السبع وأن يواطن الرجل المقاما الوحيد كايطان البعير حدثنا هاشم قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن الحكم عن تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة فذكره حدثنا وكيع عن الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي راشد عن عبد الرحمن بن شبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه حدثنا عبد الرزاق قال أخبران معمر عن يحيى بن أبي كثير عن زيدي بن صلى مين عن جده قال كتب معاوية إلى عبد الرحمن بن شبل أن علم الناس ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعهم فقال أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول تعلموا القرآن فإذا علمتموه فلا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به ثقال إن التجار هم الفجار قالوا يا رسول الله أليس قد حل الله البيع وحرم الربا قال بلى ولكنهم يحلفون ويأثمون ثقال إن الفساق هم أهل النار قالوا يا رسول الله ومن الفساق قال النساء قالوا يا رسول الله ألسنا أمهاتنا وبناتنا وأخواتنا قال بلى ولكنهن إذا أعطينا لم يشكرنا وإذا أبطلين لم يصبرنا ثقال يسلم الراكب على الراجل والراجل على الجالس والأقل على الأكثر فمن أجاب السلام كان له ومن لم يجب فلا شيء له حدثنا عثمان بن عمر حدثنا عبد الحميد ومحمد بن بكر قال أخبرنا عبد الحميد بن جعفر حدثني أبي عن تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثلاث عن نقرة الغراب وعن افتراش السبع وأن يوطن الرجل المقام قال عثمان في المسجد كما يوطن البعير حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا يحيى عن زيدي بن سلامين عن جده عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ولا تغل فيه ولا تشفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به حثنا عفان حدثنا أبان حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيدي عن أبي سلامين عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن التجار هم الفجار قال رجل يا نبي الله ألم يحل الله البيع قال إنهم يقولون فيكذبون ويحلفون ويأثمون حثنا عفان حدثنا أبان حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيدي عن أبي سلامين عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري أن معاوية قال له إذا أتيت فستاط فقم فأخبر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولوا اقرأوا القرآن ولا تغل فيه ولا تشفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به حدثنا عفان حدثنا موسى بن خلف أبو خلف وكان يعد من البودلاء وذكر حديثا آخر نحوه